مثال البيانات التالية توضح التقديرات التي حصل عليها 8 طلاب في مادتي الرياضيات والإحصاء والمطلوب حساب الارتباط بين تقديرات المادتين ودرجة الارتباط من الواضح أن البيانات المعطاة هي تقديرات الطلاب في مادتي الرياضيات والإحصاء وهذه البيانات أي تقديرات بيانات وصفية وبالتالي لحساب الارتباط بين تقديرات المادتين يكون معامل الارتباط المناسب هو معامل ارتباط اسبرمن حيث يمكن حسابه بالخطوات الآتية تكوين الجدول التالي للحصول على رتب اكس ورتب واي العمود الأول في الجدول هو تقديرات اكس يتم ترتيب هذه التقديرات حيث تقدير F يأخذ الرقم واحد أو الترتيب واحد والتقدير D يأخذ الترتيب اثنين وD أيضا تكررت تأخذ الترتيب ثلاثة يليه في الترتيب C تأخذ أربعة وتكررت C تأخذ ترتيب خمسة تكررت أيضا تأخذ ترتيب ستة والتقدير B يأخذ سبعة والتقدير A يأخذ تمانية وبالتالي نجد أن في العمود اكس يوجد تقديرات مكررة وبالتالي اللي عمل رتب اكس لابد من عمل رتب التقديرات المكررة رتب اكس المكررة تساوي مجموع الترتيب على عدد مرات التكرار حيث رتبة D المكررة تساوي اثنين زائد ثلاثة على اثنين عدد مرات التكرار يساوي خمسة على اثنين أي يساوي اثنين ونص رتبة C المكررة تساوي أربعة زائد خمسة زائد ستة على تلاتة عدد مرات التكرار يساوي خمسة عدد مرات التكرار يساوي خمسة عدد مرات التكرار رتب اكس في العمود رقم ثلاثة حيث رتبة تقدير F واحد ورتبة التقدير A تمانية أما رتبة التقدير C خمسة لأنها تكررت ورتبة D اثنين ونص لأنها تكررت أيضا ورتبة C خمسة ورتبة B سبعة ورتبة C خمسة أيضا ورتبة D اثنين ونص ثم بعد ذلك نقوم بعمل رتب Y نبدأ بترتيب التقديرات حيث التقدير F يأخذ الترتيب رقم واحد تكرر مرة أخرى يأخذ الترتيب رقم اثنين يليف الترتيب التقدير D يأخذ رقم ثلاثة وتكرر يأخذ رقم أربعة وتكرر أيضا مرة أخرى يأخذ خمسة ثم يليف الترتيب التقدير C ويليف الترتيب التقدير B ويليف الترتيب التقدير A ولعمل رتب Y في العمود رقم أربعة نقوم أولا بعمل رتب Y المكررة حيث رتب Y المكررة تساوي مجموع الترتيب على عدد مرات التكرار وبالتالي فإن رتبة التقدير F المكررة يساوي واحد زائد اثنين على اثنين أي يساوي ثلاثة على اثنين تساوي اثنين ونص رتبة D المكررة تساوي ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة على تلاتة أي يساوي اثنين على تلاتة يساوي أربعة ثم نقوم بعمل رتب Y كما يلي التقدير D يأخذ أربعة كردبة والتقدير C يأخذ 6 كردبة وB يأخذ 7 كردبة و F يأخذ واحد ونص و D يأخذ أربعة أيضا وA 8 و D أربعة وF واحد ونص ثم نقوم بحساب D في العمود رقم خمسة وهي الفرق بين رتب X و رتب Y 1 ناقص 4 يساوي سالب 3 8 ناقص 6 2 5 ناقص 7 سالب 2 2.5 ناقص 1.5 1 5 ناقص 4 1 7 ناقص 8 سالب 1 5 ناقص 4 1 2.5 ناقص 1.5 يساوي 1 ثم نقوم بجمع قيم هذا العمود نجد أنها تساوي 0 ودائما قيم هذا العمود تساوي 0 أو مجموع قيم هذا العمود يساوي 0 ثم نقوم بحساب العمود السادس وهو D تربية لنحصل على مجموع سم سم د تربية قيم العمود السادس نحصل عليها بتربية قيم العمود الخامس حيث سالب 3 تربية بتسعة و2 تربية ب4 وهكذا لنحصل على المجموع سم د تربية يساوي 22 بعد الانتهاء من عمل رتب X ورتب Y ثم الحصول على المجموع سم د تربية نقوم بحساب معامل ارتباط سبيرمن بين تقديرات المادتين من خلال المعادلة الآتية حيث معامل ارتباط سبيرمن R يساوي 1 ناقص 6 في صميشن دي تربية على N في N تربية ناقص 1 حيث N هي عدد أزواج القيم للمتغيرين X وY وبالتالي فإن N تساوي 8 وبنتعود في المعادلة نجد أن R تساوي 1 ناقص 6 في 22 على 8 في 8 تربية ناقص 1 وبإجراء العمليات الحسابية على هذه المعادلة نحصل على قيمة معامل الارتباط R يساوي 74% ومن الواضح أن إشارة معامل الارتباط مجابة وقيمته 74% وبالتالي فإن الارتباط بين تقديرات المادتين ارتباط طرد قوي لاحظ الآتي رقم 1 يستخدم معامل ارتباط بيرسون في حالة البيانات الكمية فقط أي في حالة البيانات الرقمية أو الأعداد رقم 2 يستخدم معامل ارتباط سبيرمن غالبا في حالة البيانات الوصفية كما يستخدم أيضا في حالة البيانات الكمية معامل ارتباط بيرسون يعتمد في حسابه على القيم الفعلية للمتغيرين X و Y وبالتالي فهو مقياس أكثر دقة معامل ارتباط سبيرمن يعتمد في حسابه على رتب القيم أو ترتيب القيم وليس على القيم الفعلية للمتغيرين وبالتالي فهو مقياس تقريبي ترجمة نانسي قنقر